طيب نرجع مرة تانية للمناعة هل البني آدم مننا بيتولد بمناعة قوية وبتستمر معاه طول حياته بنفس القوة ولا مع التقدم في العمر المناعة بتقل او مع السلوكيات والعادات الغذائية والحياتية الخاطئة المناعة بتقل كله مكمل بعضه ازاي كله يعني السلوكيات الخاطئة اكيد حتى لو انا مناعتي قوية هادها يعني زي ما انا قلت السلوكيات التدخين بيأصل على المناعة اليوم المقلوب واليوم المقلوب فطبيعي حتى لو مناعتي قويسة وانا عملت السلوكيات دي اكيد هؤثر على المناعة بتاعتي امراض المناعية دي بقى حاجة مكتسبة او حاجة امراض بتبقى فيها خلل في المناعة دي بيحتاجة دكاترة المناعة طبعا التقدم في السن ممكن يأثر على الجهاز المناعي لان المعدة والجهاز العظمي او الجهاز الهضمي مش بنفس الكفاءة واحنا شباب فامتصاص المعادن ما بيبقاش قد كده فاكيد بنلجأ لمكملات غذائية تدي دعم للفيتامينز والمعادن فهي كلها حلقة واحدة وكلها متوصلة ببعضها طيب برضو خلينا يعني نركز مرة تانية على كيفية ومعدل الاستخدام احنا بنتكلم على حباية واحدة كل يوم بعد الفطار يفضل ان هي تتخذ في النهار عشان الجزء التنشيطي نستفيد فيه واحنا في أشغن أو في حياتنا مهم ده جدا ان هي حباية في اليوم لان هو ده لايفستايل هو مش علاج لأي حاجة فهو داعم فقط فقط لو لان مثلا حد يقول ايه دكتور دينا عدم لما قاس الكالسيوم او قاس العدم او واتقافة لالكسافة العضلة احنا هنروح لدكتور لان بيدي سبليمتز فيها تركيز عالية جدا لمدة شهر شهرين واتقافر الدكتور بيقول ايه وبعد كده نمشي على قلب مالتي فيت لايف تايم فدي مهم ان قلب مالتي فيت هو قرس واحد تركيزاته معقولة جدا قدر اخذها يوميا يعني التركيزات يعني هي حتى اقل سنة من التركيزات اللي احنا محتاجينها يوميا بس الفرق احنا بنعوضه بقى بالاكل السليم او الاكل الصحي بالضبط بالضبط طيب انا عايز بقى يعني ايه برضو اقولك على شوية اسئلة جات ليلة من المشاهدين اسراء مجدي بتصبح علينا وبتقولك انت عايزة اعرف هل قلت مالتي فيت ينفع والدي ياخده وهو عنده 83 سنة وعنده سكر وضغط ويهي جرعة المناسبة ليه ربنا ادي له طبعا الصح مهم جدا اللي طبعا مكمل غذائي زي قلب مالتي فيت كداعم للصحة لا يتعرض مع اي دواء هو بياخده من ادوية السكر ولا يتعرض مع اي دواء لو عنده ضغط كمان هو بالعكس هو داعم جدا وقردي فيتامين اي ضد الالتهاب لو مضاد للأكسادة يعني لو عنده مثلا الكوليسترول العالي بيمشي على ادوية كوليسترول بلاس ان فيتامين اي حلو ان هو بيعمل على عدم اكسادة الدون الضرة ويزيد عنده الكوليسترول قوي بنمشي على ادوية الضغط وادوية السيولة وادوية الكوليسترول وباخد قلب مالتي فيت معايا لايف تايم مالوش اي اضرار خالص ولا يتعرض مع اي دواء بياخده جميل طيب سؤال تاني من عمر امام بيقول كنت عايز اعرف هل المدومة على قلب مالتي فيت ممكن تسبب اي زيادة في الوزن دا لو خلع كده دا انا هاوزب عليه لسه بتقول لك مشوفك قبل الهوا فانا بقول ايه لو كده هاوزب عليه واخد كل يوم اربع حبات مش حباها لا انا هشوف لك حاجة تانية غير قلب مالتي فيت بقى الحقيقي دي هاوز يدخل قلب مالتي فيت لا ما بيش بيتخن للأسف يعني المدومة عليه مش هتسبب اي زيادة في الوزن دا بيعلي الايد بيعلي التمثيل الغذائي وبيحول الاكل للطاقة لا ما بيتخنيش خالص انت هتبقى عايز حاجة تانية هبقى اشوف لك بقى دا العايز معجزة لا بس انا انا مع دا انا بحب الرفيائي لا اندرويت اندرويت لا هو طول ما انت رفيع كده الدنيا الكاميرا بتحب رفيعي يزبطوا الدنيا يزبطوا الدنيا ويتوزعوا كده على المساحة الشاسعة بيعلي شوك وكل كويس لا دي مشكلة حتة الشهية واعتقد انتين ناس كتير ممكن يبا برضو عندهم يعني نفس المشكلة دي والتدخين طبعا شيء تعييس يعني شيء تعييس يعني شيء تعيس